الفيديو التاني اللي عايز اعلق عليه في الحقيقة هو فيديو زيزو تعالوا نسمع الاول الفيديو اللي انتشر لزيزو على هامش مبارات الامس بين الزمالك ودريمز وبعكالي نتعليق مهمة جدا مش جاهز طيب عقبال ما الفيديو يجش هو الراجل اتكلم هو بيتصور فيديو مش عارف زيزو واخب باله ان هو بيتصور الفيديو ده ولا لا في اعتقادي ان هو مش واخب باله لكن الدنيا تقلبت لما قال زيزو ايه خلي الجمهور قال لأحد يعني المقربين منه في الفيديو ده في اللقطات دي خلي الجمهور يزوم على الحكم خلي الجمهور يزوم على الحكم عشان هيغلط لو زاموا على الحكم هيغلط كنوع من انواع الضغط على حكم المبارات الامس فناس كتير جدا كانوا مع وكانوا ضد تصرحات زيزو او كلام زيزو لان التصرحات دي بيبقى هو عارف ان هو فيه تصرحات للاعلام وكلام من ده فخلينا نسمع الفيديو طالما جاهز وبعد ما الفيديو نسمعه ونرجع نعلى خليهم يزوموا على الحكم وحيغلط جماعة على فكرة ده جزء من اللعبة ده جزء من اللعبة الناس اللي بتنتقد زيزو هو ممكن ما تبقاش مقبولة من لعب بحجم وقيمة زيزو وهي مش مقبولة بالنسبة لك عشان انت شفت زيزو قال كده شفت دايريكت كده زيزو بيقولي الكلام ده لكن حقيقة الامر ده جزء من اللعبة اللي بيحصل ده اللي قاله زيزو ده تمام ده جزء من لعبة كرة القدم الجمهور حتى في المدرج بينهم وبعض بيقولوا يالله نضغط على الحكم ده عادي جدا او ملقي دور الجمهور يا جماعة انت بتضغط على الحكم الحكم بقى الضغط ده يأثر عليه من عدم دي ترجع لشخصية الحكم بس انت بتقوم بدورك في مساعدة فرقتك بشكل غير مباشر بشكل غير مباشر فكون اني زيزو قال كده هي مش حلوة ان احنا نسمحها من زيزو اوكي لكن هو زيزو مغلتش زيزو مرتكبش جرم في رأيي زيزو بيحاول يستغل انه بيلعب على ملعبه ووسط جمهوره فالجمهور طبيعي جدا انه هو يحاول يضغط ويساعد الفرق اما هو احنا بنقول ساعات ايه الجمهور بيبقى مهمة ليه لان ممكن الفرق ما تبقاش في يومها فالجمهور ده بيقدر ايه يحرك الصخر من خلال تشجيع اللاعبين من خلال الضغط على الفريق الخصم لما الكرة انتم مش تاخدوا بالكم مثلا الكرة تبقى مع الفريق الخصم الفريق الاجنابي اللي من برى مصر او من برى اي دولة فريق بتاعها بيلعب على ملعبه فتلاقي صفافير كتيرة جدا عشان تأسرعي وتضغط عليه طب ما هي هي نفس الفكرة اللي بتحصل مع الحكام انك بتضغط على الحكم عشان يتلقبط ويغلط مش مشكلتك بقى هو حيتحمل الضغوط دي ولا مش حيتحملها المهم ان انت عايز باصلحة فرقتك انها تكسب ففي رأيي الشخصي انا شايف برضو الهجوم او من البعض مبالغ فيه على زيزو لكن برجع وبأكد لحضرتك ان ده جزء من اللعبة انك بتستغل ان انت بتلعب على ملعبك واسط جمهورك ده طبيعي الجمهور لازم يضغط على الحكم للا امانة على فكرة ده عادي جدا جماهير كلها بتضغط على الحكم اضغط على الحكم يمكن يغلط مش مشكلة بتحصل انبارح فماتش ريا مادريد وبرشلونة انا واحد بشجع ريا مادريد جدا جدا بحشق ريا مادريد وننا صغير فجي جون لبرشلونة الراجل لونن حرس مرمى ريا مادريد طلع الكرة من جوا المرمى في رأيي الكرة جون الكرة جون لبرشلونة والدنيا هيجة هناك وايما هناك في اسبانيا بسبب اللقطة دي فالكرة تجاوزت خط المرمى هل ممكن يكون الجمهور ليه دور في حاجة زي كده وارد بس هناك بنسبة قليلة شوية لان فيه تقنية الفيديو حتى التقنية الاساسية بتاعت خط المرمى دي وكلام من ده ممكن نشو مفعلينها هناك في اسبانيا يقول لك ايه اصليحنا مش في حاجة ليها علشان تكلفة بتاعتها عالية او بتصل لحوايطها مليون يورو اللي هو تاني في الرأيي تاني افضل دوري في العالم بعد الدوري الانجليزي الدوري الاسباني فاخطاء الحكام موجودة وشخصية حكم يعني التاني بتختلف ففي ناس بتحاول تستغل لحاجة زي كده وده مش عيب لان ده جزء من اللعبة ده اللي انا حبيت بس اوضحه لحضراتكم طيب اتكلمنا في بعض الامور في خوف في نادي الزمالك وانا هنا بنقل لك معلومة مش باتطفق معاها خالص سيبا اقول لك الناس في نادي الزمالك بتفكر ازاي في خوف في الزمالك من موضوع السحر لان الناس او البعض داخل نادي الزمالك سأل على قصة السحر وفريق دريمز وهناك وبتاع الدنيا ماشية ازاي يعني فاتقلهم انا ناقل للمعلومة اتقلهم لا الفريق ده هناك في غانا مشهور بكده عشان بعارفين يعني الفريق ده مشهور بكده انا بتمنى من اي حد بيسأل داخل نادي الزمالك على مثل هذه الامور واتمنى من الجهاز الفني واللعبين انهما كلهم يركزوا في المط شكورة يركزوا في القورة لا تبص اصلي احنا المطش الاولاني القورة مش عايز يتخش هجون اصلي فيه مش عارف ايه معمول يا جماعة الحاجات دي هتخسر نادي الزمالك لو فضلنا نتكلم بالشكل ده الزمالك هيخسر والبعض الاخر طلع قال لك ايه ده الزمالك هياخد معاه شيخ لكان الكلام ده مش حقيقي بالمرة لازمالك هياخد شيخ ولا كان فيه تفكير في الجانب ده بالمرة تبقى للمعلومة اللي عندي نادي الزمالك راح يلعب مطش كورة نادي الزمالك اقوى نادي الزمالك قادر على انه يفوز ويتأهل باذن الله واحد احد فبالتالي الاحاديث اللي زي دي بسرعة تخلص منها بسرعة انت محتاج تركز تقفل على فرقتك عشان مطش ده مصيري مهمة اوي يا هتخسر بطولة يا لسه هتكون عندك فرص المنافسة على البطول فده برضو من ضمن الامور المهمة اللي حبيت برضو اوضحها لحضراتكم الحاجة التانية انتشر فيديو على مدار الساعات الماضية ليه علاقة بالفندق اللي كان بيقيم فيه فريق دريمز والعاملين بهذا الفندق وهم بيستقبلوا فريق دريمز بعد التعادل مع نادي الزمالك وبيسقفلهم لو الفيديو جاهز قلولي جاهز ها يلا حلوة اوي يلا بينا صار فيديو اوه زي ما حالكم شايفين كده ها دول العاملين بالفندق اللي كان بيقيم فيه فريق دريمز بيستقبلوا فريق دريمز بتحية كبيرة واستقبال فيه نوع من انواع الاحتفال والاحتفاء بعد النتيجة الايجابية اللي اتحققت مع نادي الزمالك بالتعادل السلبي بدون اهداف فسيل من الهجوم على الفندق وسيل من الهجوم على الموظفين في الفندق ده وانتوا ازاي بتعملوا كده انتوا مش وطنيين انتوا ما بتحبوش الزمالك انتوا اصلكوا اهلوية انتوا 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 يا جماعة الموضوع ابسط من كده بكتير انا هقولك بالدلائل الاهلي او الزمالك في اي مباراة خارج مصر لما بيفوزوا وبيحاول نتيجة ايجابية بيحصل نفس المشهد معاهم انا متذكر الاهلي مثلا في كاس العام الاندية لعب اتحاد جد السعودي شيله تلاتة واحد خلص لعبت الاهلي راحوا لقوا استقبال حافل من الموظفين في الفندق هناك في السعودي في المملكة هو تعامل ليه شك بالجانب السياحي انتوا اخدين بالكم الموضوع مش مالوش علاقة بيه التعاصب للبعض واصل واصل للمرحلة دي فيه يعني الموضوع بسيط الناس بتسقف لبعثة دريمز والقصة في الاطار ده فقط لا ليه علاقة اصل الناس دي اهلوية اصل الناس دي كانت بتشجع دريمز وعايز الزباك يخرج من البطولة والحملة انا مش عايز اقول حملة يعني انا مش مقتنع موضوع الحملة ده من الناس بها لكن الموضوع اللي ليه علاقة بايه بشتاء او تجاوز كبير في الفندق وكلام من ده ده امر غير مقبول يا جماعة وعلى ما شوف ده تصرف طبيعي بيحصل مع الاهلي وبيحصل مع زمالك بره بسيطة الناس بتنسى بس